في مشهد جديد بالمنطقة حكينا عنه بالتفصيل المرة الماضية عن مجموعة التطورات اللي عم تشهدها للمنطقة فينا نسميها تحولات فينا نسميها أقل بس العنوان الكبير هو الاتفاق السعودي الإيراني بعضه هو العنوان الأساسي والمندرجات تبع الاتفاق في عدد من الأماكن ولا سيما هلأ عم نشوفها باليمن نحن على عتبة أيام من لحظة يعني اكتمال مدة الشهرين للاتفاق السعودي الإيراني بموازات هذين الشهرين اللي كانت تجربة بالتقييم السعودي والإيراني تجربة ناشحة حتى أنه أحد الدبلوماسيين بيقول أنه يعني ما نشهده حاليا على المستوى السعودي الإيراني بيشبه شوي لحظة تولي محمد بن سلمان ولاية العهد والعلاقة اللي ربطته مع أم بزاد مع محمد بن زيد علاقة العشق والغرام قبل أن تتحول إلى نوع آخر يعني هالعلاقة في كتير مستوى عالي وتدحرج إيجابي وإذا بدك ثقة عم تنبنى بوطيرة سريعة بين السعوديين والإيرانيين بهذا السياق إجا قرار الجامعة العربية كلنا تابعنا الخطوات السباقية للاجتماع القاهرة لزيارة وزير خارجية أردن زيارة وزير خارجية مصر زيارة وزير خارجية سعودية ثم اجتماع عمان واضح أنه اللي صار اليوم كتير كبير البعض كان مرهن أنه هذا الأمر ما يصير أنه تقتصر القصة على دعوة سوريا بصفتها الدولة مراقبة البعض اعتبر أنه الأسد جثي السياسي يعني أنه هذا المسار لن يوصل إلى أي مكان الناس عم تشوف الأشياء بتمنياتها برغباتها مش بالوقائع اللي موجودة قدامها القرار الكبير اتخذ عودة سوريا الكاملة للحضن العربي ترجمته تمت من خلال اللجنة الخماسية يلي بتضم السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان وجود لبنان باللجنة كان قوة الدفع الأساسية لقلو هي الموقف الأردني وهذا الشي يسجل للأردنيين بحيث أنه كانوا حريصين من البداية أنه يكون لبنان بهاللجنة عمليا السؤال اللي بنترح بهذا المجال هل هذا المسعى العربي اللي عم بيصير لعودة سوريا هو خارج ومتعارض كليا مع التوجهات أو الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة المناخ اللي رافأ الاجتماع العربي وتشكيل اللجنة والدور الأردني تحديدا في هذا المجال يشي بأنه عم بتكون منسأة بمعنى أنه لجنة التواصل ستكون هي عبارة عن وسيلة التواصل غير مباشر بين الغرب وبين السوريين بحيث أنه الخطوات المتدرجة اللي راح تنعمل اللي عملوها بعنوان تحت خطوة خطوة وهذا البيان هذا الشي حكي عنه البيان نعم توصي اللي تلعط بالموضوع السوري بتكون هي مناسبة لتطور تعامل الغرب مع الواقع السوري وصولا إلى إذا بدك الخطوة الأخيرة اللي هي عمليا والوصول إلى خيار رفع العقوبات نهائيا عن سوريا نعم هذا مسار مش معمره لا أيام ولا أسابيع ولا أشهر هذا مسار قد يحتاج إلى سنوات بس عمليا نحط إذا بدنا نقول الخطار على السك طيب هون بدي أحكي عن هذا التطور كيف سينعكس أو هل له إنعكسات على الواقع السياسي اللبناني لو سمعت قبل ما أخذ رأيي للسياس جان أول شغلة أنا بدي أقوله بهذا المضمار يعني هي إذا بدك لفت انتباه إذا هذا المسار بلش بسوريا بيقولوا ببلش من اليوم يعني عمليا سوريا ستشارك في القمة العربية في 19 هذا الشهر هذا المسار إذا بلش لون بده ينتهي بده ينتهي عمليا يمكن نقول بعد سنة يمكن أقل من سنة يمكن أكتر شوي بده ينتهي إلى المشروع الكبير اللي هو مشروع إعادة إعمار سوريا مشروع إعادة إعمار سوريا هو مشروع ضخم جدا وهو مشروع يعني عم نحكي عن مئات مليارات الدولارات هناك تقديرات بتحكي كان هذه الحكية قديمة عن 300 مليار دولار ما خافي على حدا أنه لبنان رح يكون قاعدة أساسية ومنطلق في مشروع إعادة إعمار سوريا إذن على لبنان أن يكون جاهزا لتلقف يعني كيف لبنان اتلقى في التبعات السلبية من النزوح والأمن وغيرها والعمليات الإرهابية بمرحلة معينة على الواقع السوري ارتد علينا علينا أن نكون جاهزين لتلقف الواقع الإيجابي اللي ممكن ينشأ أو يسفيد منه لبنان واللي أنا برأيي قد يكون أهم من صندوق النقد ومن كل الاعتبارات التانية وهذا ما في خلاف عليه بين لبنان وسوريا والجغرافيا هي عامل أساسي بتحديد هذا الدور للبنان بالمرحلة المقبلة